اشتركوا في القناة الأسرة هي الخلية الطبيعية لكل مجتمع سليم وبدأت رحلة دولة قطر مع مفهوم الأسرة في عام 2004 حيث تبنى دولة قطر ورعت قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2004 الذي دشنا مفهوم السنة الدولية للأسرة واستضافت دولة قطر في نفس العام المؤتمر الأول وسيتم في 2024 العام الجاري في أواخر أكتوبر استضافت مؤتمر الأسرة مجددا بعد مرور 20 عاما على المؤتمر الأول وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم تم في القاهرة بالتعاون مع الجامعة العربية بين الجامعة العربية والمعهد الدولي معهد الدوحة الدولي للأسرة في دولة قطر إطلاق التقرير الأول الذي يقيم محالات الزواج والأوضاع الأسرية في العالم العربي بعد دراسة شملت 20 دولة عربية اجتماع اليوم يمهد للمؤتمر الأممي مؤتمر الأمم المتحدة الذي سوف تحتضره دولة قطر في أواخر أكتوبر من العام الجاري هذه الدوحة الدولي للأسرة معني السياسات الأسرية يقوم بعمل دراسات تتج عنها سياسات توصيات تترجم إلى السياسات نناصر لهذه السياسات حتى ندعم التباسك الأسري للدول مؤسسة طبعا محة الدولية للأسرة جزء من مؤسسة قطر للتربية والعلوم وترمية المجتمع قمنا بعمل دراسات كثيرة على مستوى الدول العربية نناصر لهذه التجارب على المستوى الدولي ونركز أيضا على المستوى المحلي لتقديم السياسات للدولة ومن ثم مناصر لها حتى يتم تبنيها واعتمادها في الدملة هذا التقرير طبعا هو تقرير يتناول تلخيص لمفهوم العلاقة الزوجية خلال خاص سارات الأولى وجهد مبارك وراقي جدا من محل الدولة للأسرة في تبيان أهم النقاط التي تفيد الباحثين وتفيد الأسر وتفيد أيضا مؤسسات الدولة وعلى رأسها وزارات التنمية الاجتماعية في وضع سياسات زواجية مستقبلية مدروسة بشكل دقيق لتفادى أي مشاكل لا سمح الله في مؤسسة الزواج وإن كانت هذه المشاكل والصعوبات موجودة لا حد يقدر يغفل عنها ولكن دور المعهد هنا أتى مميزا في توفير السبل وتقليل المسافات فيما بين الدول وأيضا للأسرة نفسها مؤسسة الزواج نفسها بأنها تتفادل كثير من المشاكل أسلام الله التي قد تقع لهم في المستقبل فعالية اليوم ما هي إلا جزء من محور التأثير السياساتي المبني على الأدلة العلمية بمعنى أن وجدنا أن هناك خلل في العلاقات الزوجية في المراحل الأولى للزواج وده النتاج عمل بحثي أم نبيه في 2019 أصدرنا كتاب عن حالة الزواج في العالم العربي كان من أبرز النتائج في هذا الكتاب أن إحصائات الطلاق دائما بتتم في السنين الأولى للزواج الكتاب تناول العديد من الموضوعات الأخرى التي تخصوا زهارة الزواج في العالم العربي لكن قلنا نركز على موضوع معين وهو ما يحدث في العلاقات الزوجية خلال السنين الأولى يؤدي للتفكك المبكر لمؤسسة الزواج محاولة لفهم ما يحدث ومحاولة للخروج بكذلك آليات لدعم استقار الأسر واستدامتها بالأخص في مراحل تكوينها المبكر وبالتالي قمنا بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قطاع الشؤون الاجتماعية بتطوير استبيان كمي وتوزيعها على الدول العربية كان عندنا 20 دولة عربية مستجيبة لتقييم العلاقات الزوجية خلال السنين الأولى للزواج وكانت أغلب العينة من المبحثين سواء المتزوجين حديثا أو المطلقين حديثا عشان نعرف ما يدور في هذه السنوات الأولى يؤدي إلى التفكك المبكر للزواج الحقيقة كان عندنا مجموعة من العوامل المحددة أو المعززة لاستدامة مؤسسة الزواج كان عندنا كذلك مجموعة من خريطة المسببات التي تؤدي إلى التفكك المبكر أو التي تؤدي إلى الطلاق في السنين الأولى للزواج مثل هذا النوع من الدراسات ممكن أن يبنى عليه سياسات ممكن يبنى عليه دراسات وأيضا برامج توعية تنطلق من واقع فعلي وليس من مجرد اقتراضات مروية فكر معينة لا هي دراسات أو السياسات التي قد تؤخذ هذه الدراسات تكون مبنية من واقع نعيشة في دولنا العربية يعني مقارنة بدول أخرى الحمد لله ما زالت دولنا العربية فيها استقرار أسري والأسرة الصغيرة أو الممتدة إلها دور وإلها أهمية يعني هذا إشي إحنا بنحمد ربنا عليه لكن إحنا بنحاول دائما نحافظ على ما قد يهدد أمن واستقرار هذه الأسرة من نتيجة التطورات الاجتماعية والاقتصادية والتطورات التكنولوجية التي تحصل في مجتمعاتنا وأثرها على أيضا نجيل الناشئ من شبابنا وشباتنا يعني ببناء النور يكونوا واعين عندما يقدموا على خطوة الزواج وكيفية حل المشكلات التي قد تواجبوه أثناء الزواج نعم الحقيقة هذه الدراسة جاءت لاستقرار الواقع الاجتماعي كي نرفع بتوصيات أو مقترحات حال نصنع القرار وواضعي السياسات الاجتماعية لأنه يعني تكون أنت دورك استراتيجي من ناحية العامة من ناحية استقراء هذا الواقع بطرق أكاديمية علمية بحسية ويكون المرحلة التالية على صنع القرار في الدوائر الحكومية كيفية الأخذ بأذي التوصيات وتنفيذها فعليا على الأرض وبالحقيقة أيضا يعني يجب أن يكون بشكل متكامل نظرا لما تواجه الأسرة اليوم في مجتمعاتنا العربية من تحديات تحدي تحدي الانفصال تحدي تحدي تفكك تحدي ما يفد إليها من الغرب من المجتمع الغربي وبات يشكل قلق علينا ألا وهو قصة المثلية أو العبور الجنسي رغبة الأطفال بأن يكون لديهم هوية جندرية غير التي هي لديهم هذا بدأت في الغرب وشرعت قانونا هذا التحدي يحتم عليك أن تعود إلى الأسرة تعود إلى أسستها بشكل رصيل بشكل بداء على ما لديك من تراث تراث اجتماعي تراث عقائدي تراث له علاقة بالقيام والأخلاقية كي تبقى الأسرة في المجتمع العربي المصانع مرحب تصير كلمة حلوة رب الأمان تزيد المادة الشيء الذي عمل عليه معهد الدوحة الدولي للأسرة حقيقة شيء قيم ترفع له القبعة من حيث الإيجادة والإيجابية الدقة، التوازن، احترام الخلفية الثقافية للمجتمع الذي يتوجه أو تتوجه إليه هذه الدراسة الرؤية الواضحة لأنه انطلق من دراسة سبقته في عام 2019 رصدت حال الأسرة على الساحة العربية والآن التقرير يرصد حال الأسرة الجديدة التي لم يمتد عمرها أكثر من خمس سنوات للنظر في أهم التحديات التي تواجهها والعقبات التي تصنع فيما بعد ما يسمى بظاهرة الطلاق المبكر يلي هذا التقرير بكل تأكيد عمل على اقتراح برامج لتأهي المقبلين على الزواج وهذا ما خصص له اليوم الثاني من أيام المؤتمر بحيث يكون هناك ورشات يتم العصف الذهني واستخراج الخبرات ووضع الرؤاسة وما بعد ذلك يتم التلاقي في الأفكار لصناعة أفضل برنامج ممكن أن يسهم ويساعد في الحفاظ على الأسر القائمة ويدعم الأسر القادمة طلعنا على تجارب بأمانة جدا رائعة يمكن نستهادع منها وأيضا هم اطلعوا على تجربتنا في سلطنة عمان وكانت هناك إشادة ببعض المحاور المتخصصة فيها وكانت فرصة جدا رائعة لتبادل هذه الجوانب وهذه الخبرات في هذا المجال والله هناك العديد من القيم المرتبطة بالأسرة العمانية ويمكن على رأسها موضوع التكافل الاجتماعي ورحم الحمد لله لا زال هذه السمة وهذه القيمة موجودة عند جميع الأسرة العمانية في جميع محافظات السلطنة وأبرزها في الأشخاص المقبلين على الزواج يكون هناك تكافل في مساعدة ماديا وأيضا معنويا في دخول لهذه الحياة الزوجية حتى تكون هذه السمة الأبروك وإضافة إلى أيضا بعض السمات والغيام الأخرى دحكة دائم في بيوتنا مرات تصير كلمة حلوة طبعاً المؤتمر بيطرح قمة للأسرة المفهوم بحق ذاته أن الجوانب المؤتين موجود فيه فعليات كثيرة لها ضخف المرأة والشباب إنما القمة بتطرح المفهوم للأسرة المتكامل وده موضوع مهم مكينتاني عندنا تحديات تقديات كبيرة في هذا المجال بتأسير كبير القوي للتكنولوجيا ده غير المفهوم عند الشباب طبعاً المفهومهم للتقاليد وتمسكهم بيها أو لا دور الإعلام والمنصات وموضعات اللي بتطرحها حاجات كثيرة الحقيقة ومكاورة مهمة المؤتمر عنده أجندة دارية جداً جداً هدف الأقرب هو الآن استضافة ناجحة لمؤتمر الدوري للأسرة بالتعاون مع الأمم المتحدة وهو مؤتمر أممي صدر لإنعقاده قرار من الجبعية العامة للأمم المتحدة ويتم أيضاً العمل مع الجامعة العربية على التحضير الجيد لهذا المؤتمر ومع الدول الصديقة وهناك قرارات صدرت من الجامعة العربية حول ذلك وحول مفهوم الأسرة والهدف هو أن نحافظ ونحمي أيضاً مجتمعتنا العربية ومن المفاهيم المغلوطة التي قد تعتري المفهوم السديم للأسرة بما لا يتوافق مع عاداتنا وتقانيدنا ونهدف أيضاً إلى نشر ذلك عالمياً والتوعية به وأثبتت الدراسات بأن الحفاظ على هذه المفاهيم هو حفاظ على القيم التي من خلالها يتم الحفاظ على المجتمع اشتركوا في القناة